خطط صحية ناجعة المجتمع ككل تتمثل بضرورة زيادة الوعي في كيفية التعامل مع مثل هذه الجائحة واستجماع القوة وتحمل المسؤولية المطلقة لإنجاح المساعي والمبادرات الحكومية الرامية إلى اضمح لالي هذه الغمة وبالتالي ضمان العافية لأبدان الجميع قبل ما يزيد عن السنة وخمسة شهور أعلن عن دخول فيروس كورونا في بيئة بلاد المعمورة جمعاء المستديرة التي كانت فيها المجتمعات آمنة بخلو أجوائها من أي وباء دخيل لم يكن لأحد أن يتوقع مجيئه وحتى أن يحل عليها كضيف ثقيل غير من أنماط عيشها وخربط من أوراق التعاملات الاجتماعية بين القاطنين في محيطها بل وأعاد نظرة الدول في حتمية المسارعة بوضع الخطط الصحية الناجعة التي تكفل لكيانها الأمان الصحي لتعمد في الوقت ذاته على رسم البرامج الاستباقية لتدارك ما قد يأتي على حين غر من أسقام وجوائح أخرى تعيد ترتيب صفوفها لتشن معركتها من جديد وفي البحرين تحديدا ومن خلال تلك الجهود التي بذلها وما يزال يقوم بها الفريق الوطني الطبي للتصدي الفيروس كورونا يتم التعامل مع الوباء واستحداث كيفيات علمية وعملية لاحتوائه ومنع انتشاره وذلك عبر القيام بعديد الحملات التوعوية التي تقل مواطنين والمقيمين على حد سواء من خطر الإصابة بالفيروس وقطع طرق المسببات التي تقود نحو اتساع رقعة وجود الوباء وتثبيت سرعة تفشيه وانبثاثه من خلال الدعوة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية كافة عبر التقييد بلبس الكمامة وتجنب ملامسة الأسطح في الأماكن العامة وفي مراكز التسوق على اختلاف تواجدها ناهيك عن التحذير المستمر من التبعات السلبية الآتية من وراء التواصلات المجتمعية المباشرة والحث على أهمية التباعد المكاني أو فيما يعرف بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد والجماعات وصولا إلى التركيز على أهمية عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وعلى الرغم من ذلك كله إلا أن الضفر بنتائج إيجابية حميدة تتعلق بانخفاض أعداد المصابين بات متذبذبا من خلال ما تفصح عنه الإحصائيات بين الحين والآخر والتي تظهر حدوث ارتفاع مستمر بأعداد الإصابات بين فئات المجتمع البحريني ككل الأمر الذي من الواجب أن يزيد من ثقل المسؤولية الملقاة على الجميع بهمية إحداث إعادة جذرية لطبيعة وكيفية التعامل بين الصفوف متباعدة فأزمة كورونا تعد اختبارا حقيقيا لقدرات وقوة المجتمع على مواجهتها وإن نجاحه يتوقف على قدر وعي عناصره البشرية في التعامل مع مثل هذه الجائحة التي لا يعرف لها لغاية اللحظة نهاية في ظل سرعة تداعياتها على الرغم من التوصل لعديد اللقاحات التي بددت المخاوفة إلى حد ما وزادت من ثقة الإنسان في العلم غير أنه من العقلانية جدا أن يلقي بآماله على وعيه هو شخصيا فض محلال هذه الغمة والشد على يد تلك المبادرات الحكومية الضامنة لسلامة بدنه وأتساد من حوله فاليد الواحدة لا تصفق